قانون السايس ما فيش سايس من القوانين اللي برضو كنا سوا عداء جداً بيها على مستوى الإعلامي والشخصي والشعبي وكل شيء لكن مازلنا حتى اليوم بنلاقي الشخص اللي بيقول لك ركنك وهات خمسة جنيه وكذا ووقفت خانق معك في الشارع شوف أقولي سيادة أولا هو قانون انتظار المركبات في الشوارع تمام اسم كده الشعبي السايس السايس الشعبي سايس وإعلام في العالم كله حضرتك فيه أماكن بتركيني فيها هتدفعي فلوس في الشارع وفيه أماكن وبتبقى محطوطة يوفط كده من الساعة كذا للساعة كذا ده ببلاش من الساعة للساعة كذا ده بفلوس في كل العالم المتحضر ده أحد الموارد الرئيسية الشوارع دي مملوكة مش لحمد السجيني اللي ساكم في الحتة دي دي مملوكة لحمد وهيبة وحسين وأحد الموارد المالية فإحنا كان نقلة كبيرة جداً إن إحنا نطلع القانون ده وإحنا عارفين إن تطبيقه هيواجه بهجوم شديد جداً لأن الناس ما تعودتش تدفع القصة دي إلا بالإيه بالعافية يعني بالبلطاجة إن يجيلك الشخص لكنك تنظميها هو يدفع له بالسخافة إتاوة 20 جديد لكن ما يدفعش للدولة 5 جنيه موضوع عجيب جداً بس الصعوبة نبقى أدفع للإتنين أدفع هنا وأدفع هنا لا لا مفيش بقى الكلام ده إحنا جينا قلنا القانون بسيط أو تسع مواد على فك ألزمنا كل محافظة وده من القوانين اللي بتطبق بتدرج بتدرج ما قدرش أطبقها ما قدرش أنزل في الفيومة من النمرة دي ما قدرش أنزل هي نمرة أولاً في من السياس ناس أفاضل جداً ولاد مؤهلين مؤهلات عليا مش عايز أمين شرطة ييجي دايقه مش عايز محافظ ييجي بيمر ياخده عايز يشتغل مظبوط فعملنا له رخصة إن أنت ده شغلك الرسمي ده لو أنت عايز كذا أنا هطرح الشرع X والشرع Y طروحات بطرحها للشركات أشوف تأهلها الفني إيه والله تمام خلاص طمين بقى اللي يحدد الشرع ده يتطرح والشارع ده ما يتطرحش هم تنين على وجه الأساس والباقي يعني يساعدوا معنا الشرطة الداخلية لأنها معناية بالمرور ومعناية بالأمن العام هي اللي تقول والله أنا ده أعمله باركينج أو ما عملوش باركينج والمحليات لأنها معناية بالنصق العمراني والنصق الحضاري وهي عايدة تعمل إيه ده أنا يسب برضو أنا بعمله جلسات كل تلت شهور أو كل أربع شهور أشوف أخبارنا إيه من حيث التطبيق ومن حيث الموارد لكن متفائل أو شايف أن إحنا برضو على التراك المزبوط طبعا تشريعية نتحط لكن هنا المهم من أستاذ المحافظين الجدد وإن إحنا نكمل بص يا أستاذ إيه تحدي المصريين في أنه هما نفسهم قصير في الملفات نطلع تطلعة بنزهق بناء وما بينكملش وده دور على المجلس المؤكر على النواب وعلى الحكومة والحكومة والتنفيذي لما بيبقى عنده حد بيتابعه مش شرط عشان كان دايما نقولي الاستجواب مش عصع موسى السحرية أنا عندي طلب أحاطع أو عندي منقشة موضوعية في ملف قطاعي أهم مليون ألف مرة بالاستجواب الاستجواب هيحقق بطولة لمقدم الاستجواب وفي النهاية إيه لو ما سحبتش الثقة فعليا إيه ما عملتش حاجة أوكي فلازم نبقى منتبهين المسألة دي وبعدين هنا انت شوفي الفلوس هي البداية وهي النهاية وإحنا يعني وأنا قلت الكلام ده في اللجنة الخاصة وقلت في أحد الجلسات إحنا كنا أولا إحنا ما كانش عندنا مصار بديل عن التنمية بس كنا محتاجين ومازلنا محتاجين وأنا بنصح ودولة رئيس مجلس الوزراء وعشرة معنا طبعا دكتور مدبولي شغل معنا من أيام وزارة الإسكان إن فيه ثلاث محاول لازم يمشي فيهم مع بعض وما فيش واحدة تتأخر عن التانية أنا لازم أكمل في المصار التنموي في الأعمار والإنفراسركش اللي احنا شغالين فيه لأن ده كان صح واللي يقولك لا إحنا كنا واخدين مصار غارت لا ده كان صح يعني مع الوقت بيسبب جدواه ما كانش عندنا بديل لكن لازم موضوع توطين الصناعة ده عشان كده عشان كده فكرة إن أنا أجيب الفريق كامل كشخص فريق كامل وإنا قلته لو كان حدا قال لي نضم النقل مع الصناعة كعمل مؤسسي أقول لك إيه الكلام لكن عشان خاطر الشخصية الشخصية الكاليبر الكلمة اللي أنت قلتها الكاليبر بمعرفتي قادر إنه ينجح عشان الملف جوه فيه تشابكات كتيرة فممكن حد يبقى مرتعش العيد ثم برنامج الطرحات لأن الصناعة هتأخذ وقت فأنا على بال لازم أجيب استثمارات وجيب فلوس لازم أبدأ أطرح أيا كان شكل الطرحات بقى إيه بي أو تي بي 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 شوفي مش هكلمك في تفاصيل وقتنا مش بتعكد لكن هنا النهاردة المواطن مسألة القهرباء والغلاء الأسعار أصبحت بالنسبة له هو مش عايز يسمع هو عايز يشوف ويعيش وبالتبعية عشان أنا أعرف أوجد فعلا حلول جزرية أقول هالك منتال أمان لن نستطيع إن إحنا نحقق هذا الحل الجذري للمواطن في مسألة الغلاء والقهرباء على وجه الخصوص إلا لو رئيس الحكومة على وجه التحديد اتخذ مأخذ التلت طروحات بالنسبة له بجدول زمني ومؤشر أداء يتابع فيه المسؤولين عن ملفات بيرس اللي عشان يقدر يحقق المعادلة إحنا هنحتاج مش حلقة واحدة هنحتاج حلقات نتكلم فيها في كل الملفات دي بس حضرتك نورتنا وساعدنا بك في الخلاصة شكرا جزيلا شكرا جزيلا المهندس أحمد السجيدي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب